استكمالا لطرق تخصيص تكاليف مراكز الخدمات على مراكز الانتاج نبدأ مع طريقة التخصيص التنازلي step down allocation method شكل الطريقة لو أنا عندي مركز ألف وباء لتندل مراكز انتاج مراكز انتاج وكان عندي السين والصاد والعين دول مراكز خدمات تلاتة دول مراكز خدمات نفترض ان الته صاد غير مباشرة 10.000 15.000 5.000 6.000 8.000 طريقة التخصيص التنازلي تتطلب اعادة ترتيب مراكز الخدمات بهيس ان مركز الخدمة اللي بيخدم اكبر عدد من المراكز ذو اهمية نسبيه اكبر او ذو اعلى تكلفة يوضع في اقصى اليسار يبقى اول خطوة اعيد ترتيب المراكز الخدمات بس لتترتب مراكز الخدمات هي لتترتب مراكز انتاج لا ترتب يعني مثلا لو بصنا من ناحية التكلفة الاعلى مين اعلى تكلفة؟ عين صممين صاد ثم سين يبقى كده كلام سليم الاعلى تكلفة يوضع في اقصى اليسار اقصى اليسار طب افرد ده كان 15.000 اكبر تكلفة كنا عندي الترتيب ونجيب سين مكان ايه عين لو كان ده اكبر فحنا شغالين كده نعمل با خطوات الحل هنبدأ من اقصى اليسار اللي هو اعلى تكلفة 8000 وابدأ اوزع التمن تلاف على كل المراكز اللي قابله الف با سين صاد يبقى توزيع عين يوزع تكلفة عين مثلا نفترض افتراضا بالاساس اللي انا كنت باستخدمه طلع نصيب ثم انتقل بعد ذلك الى صاد صاد كان ليه اصل تكلفة وجاله نصيب واحنا بنوزع عين نجمحهم تجمع عندي صاد كام 6500 اخد 6500 ووزعها على اللي قابله ومرجعش وراء تاني يبقى توزع على الالف والبا والسين دون الرجوع لمين للعين يبقى توزيع تكلفة مين الصاد الصاد بقت 565 اما جاوزعها باستخدام اساس معين مثلا طلع نصيب الف على سبيل المثال مثلا 3000 ونصيب با 3000 ونصيب سين 500 ادي الست ايه 500 يبقى كده وزعنا اللي تجمع في تكلفة صاد بعد كده سين سين ده كان اصل تكلفته وجاله نصيب من عين لما كونه بنوزعها وجاله نصيب من صاد لما كونه بنوزعها تجمع في سين كام تجمع في سين 6000 حقول توزيع تكلفة السين لما جاوزع سين اوزعها على اللي قبله وما رجعش وراء تاني يعني توزع على ألف وبا استخدمنا اساس معين مثلا طلع نصيب ألف 4000 ونصيب با 2000 ادي الست الاف اللي احنا ايه وزعناها كده خلاص خلصنا تلاحظ ان ايه طريقة التوزيع التنازلي واخد شكل السلم بتتنازله فيه تنازل هو ده شكل الطريقة طريقة توزيع تنازلي خطوة خطوة استيب داون فلما كنا بنوزع بنوزع العين اللي احنا حطناه في اقصى اليسار على كل اللي قبله بس ايه اما اجي الصاد اوزع على كل اللي قبله وما رجعش هنا تاني مفيش حاجات بتتفتح هنا عشان كده ايه واخد شكل التنازل يبا هنا اعترفت ان عين لما وزعت عين على مراكز الانتاج وكذلك على السين والصاد اللي هم خدمات كأن عين خدم السين والصاد بالاضافة الى خدمته لمراكز الانتاج بس لما جينا على الصاد افترضنا انه بيخدم سين مع مراكز الانتاج ولكنه ما افترضناش ان الصاد بيخدم عين شان كده ما رجعناش وراء تاني مش هنا في اتجاه واحد تنازل نشوف بقى شكل الكلام ده يتكتب ازاي ومزايا عيوب الطريقة تتكتب ازاي طريقة التخصيص التنازلي قلنا فيها ايه بقى هيعاد في هذه الطريقة يعاد ترتيب مراكز الخدمات بحيث ان مركز الخدمة الذي يخدم اكبر عدد من المراكز كل المراكز سواء انتاج الخدمات او مركز الخدمة ذو اعلى تكلفة يوضع في اقصى اليسار ليوزع على كل المراكز التي تسبقه باستخدام اساس التخصيص الملائم ثم الذي يليه ثم الذي يليه ده المنطق اللي انا ورده لك في الشريحة السابقة شكله اتكتب ازاي طب مزايا طريقة التخصيص التنازلي استخدام أساس التخصيص الملائم لتوزيع تكلفة كل مركز خدمة ده أمر منطقي يبقى الميزة الأولى استخدام أساس التخصيص الملائم لتوزيع تكلفة كل مركز خدمة ده أمر منطقي في ميزة تانية جديدة ظهرت الاعتراف الجزئي بالخدمات المتبادلة بين مراكز الخدمات بعضها البععة هنا بنعترف لو شفت الرسم اللي فات ده بنعترف في اتجاه واحد تنازل في اتجاه التنازل العيوب طريقة التخصيص عدم الاعتراف الكلي بالخدمات المتبادلة بين مراكز الخدمات بعضها البعض لأننا اعترفنا عطراف جزئي بس فالاعتراف الجزئي في حد ذاته ميزة ولكن عدم الاعتراف الكلي يعتبر عيب من العيوب